اشتركوا في القناة ولمدير لاحظ ان كان في مجموعة متجمعين بسبب مشكلة لان البرينتر في المكتب ما كانتش شغالة من يوم الخميس وما طبعتش اي تقارير هتقول لي طب ويه المشكلة يعني لما البرينتر تكون مش شغالة ده سؤال مهم تخيل ان البرينتر دي هي اللي كشفت ان فيه كارثة في البنك المركزي في بينجلاديش البرينتر متوصلة على نظام سوفت الالكتروني الخاص بالتحولات البنكية والمفترض ان البرينتر دي تفضل شغالة في شكل تلقائي علشان تطبع التقارير البنكية الخاصة بالتحولات لحظيا لكن لما المدير دخل القسم ما لقاش البرينتر شغالة وبدأ يدور على السبب واول لما المهندسين صلحوا البرينتر البرينتر بدأت تطبع التقارير اللي كانت متعلقة من يوم الخميس بالليل المهم مجرد ما البرينتر بدأت تطبع وبدأ الموظفين يشكوا في عدد الورق اللي مطبوع ويفحصوا التقارير اكتشفوا كارثة فيه تقارير كانت فيها تحولات كبيرة جدا بمالينة دولارات فيها معلومات عن تحولات من بنك بنجلاديش لبنوك في دول تانية مدير البنك المركزي صعق لما اكتشف ان التحولات تقريبا وصلت حوالي مليار دولار وده رقم ضخم جدا ممكن يأثر على الاحتياط الدولاري في الدولة كلها طبعا البنك تشقلب رأسا على عقب ومحدش كان عارف يعمل ايه ويوقف التحولات دي ازاي الموضوع في حقيقته بدأ في حوالي 9 شهور قبل الحادثة بالزبط لما مجموعة فتحوا اربع حسابات في بنك في الفلبين كل حساب بحوالي 500 دولار وما فيش اي حركة حصلت على الحسابات دي بعد كده والناس دي اختفت قبل الحادثة بفترة بسيطة واحد من الموظفين في البنك فتح ايميل كان فيه ملف ملغم بفيروس ونغير ما ياخد باله فتح الملف والفيروس انتشر على شبكة البنك وده اللي ادى فرصة للهاكرز يدخلوا النظام البنكي في بنجلاديش ويجمعوا معلومات عن الانظمة والمستخدمين والشبكات المهم الهاكرز قدروا يوصلوا لمعلومات كتير جدا ومنها معلومات دخول نظام سوفت الخاص بالتحويلات وبدأوا عملية التنفيذ لسرقة الفلوس يوم الخميس طبعا هتقول لي وليه يوم الخميس لا يبقى انت مش مركز معايا بنجلاديش دولة مسلمة والبنوك بتاخد اجازة من الخميس اخر النهار لحد الحد الصبح زي عندنا بالزبط في الفترة دي الهاكرز دخلوا نظام البنك عن طريق الفيروس اللي تزارع في الشبكة لما الموظف فتح الايميل بعيدا بقى عن الهاكرز بتوع عبده مطوى اللي تعلمه انصوبه على العمل دول بقى موضوع الهاكرز موضوع تاني خالص الهاكرز هنا كان هدفهم الاساسي الدخول لنظام سوفت الخاص بالبنك وده النظام العالمي لتبادل المعلومات البنكية الخاصة بالتحويلات وفي الحقيقة هو مش بيحول فلوس لكن بيحول اوامر دفع بين البنوك وبعضها ومتأمن تأمين قوي جدا عشان كده محدش بيفكر يحاول يخترقه لكن دايما البني ادم او المستخدم هو الحلقة الاضعف في سلسلة الامن فالمخترق بيدور ازاي يدخل للمستخدم اسهل من نظام لكن في الحالة دي الهاكرز كانوا بيدوروا على معلومات الدخول للنظام سوفت في البنك المركزي في بنجلاديش وقدروا فعلا يتحكموا في النظام الالكتروني وكأنهم موظف من موظفين البنك وبدأوا يعملوا اوامر دفع لتحويل حوالي 951 مليون دولار من الفيدرال ريزيرف بنك في نيويورك برضو هتقوليش معنى نيويورك عشان البنك المركزي في بنجلاديش عنده حساب هناك في بلايين الدولارات اوامر الدفع كانت لتحويل الفلوس دي من حسابات بنك بنجلاديش في نيويورك لحسابات في بنوك تانية حوالين العالم وتحديدا في اسيا طبعا اوامر الدفع دي بدأت تتنفس جزء منها في نيويورك يوم الجمعة ويوم الحد لما الموظفين بتوع بنجلاديش اكتشفوا الكارثة حاولوا وقفوا التحويلات لكن وقتها طبعا كان البنك الفيدرالي في نيويورك أجازة قليل البخت بقى بس حقيقي مش قليل البخت ده تخطيط جهنمي من الهاكرز انهم يعملوا العملية في وقت اجازة البنك في بنجلاديش عشان تتنفس في وقت العمل في نيويورك ولما يكتشف البنك في بنجلاديش يلاقي بنك نيويورك قافل ايه الحلاوة دي مش بس كده البرينتر اللي كان المدير والموظفين في بنك بنجلاديش مفكرينها عطلانة طلع الهاكرز هم اللي معطلينها عن طريق الفيروس اللي زارعوه في الشبكة عشان البرينتر ما تطبعش اي حاجة في وقت العملية في الوقت ده حوالي 20 مليون دولار اتحولوا من البنك الفيدرالي في نيويورك لحساب في سريلانكا باسم شركة وهمية وده الحقيقة كان واحد من 35 تحويل بملايين الدولارات لحسابات في بنوك دانيا في اسيا لما رجع البنك الفيدرالي في نيويورك للشغل يوم الاثنين كان في النظام البنك متعلق مجموعة من تحويلات بسبب شكوك في اماكن التحويل خصوصا ان كان في اسم حساب لشركة مشابهة مع شركة شحن محظورة في البنك بسبب انها بتتعامل مع ايران لما المحققين في البنك الفيدرالي بدأوا يفحصوا التحويلات اكتشفوا الكارسة بسبب 35 تحويل اللي معاملين بمبالغ كبيرة جدا لبنوك في اسيا في حسابات شركات مجهولة ده طبعا خلاهم يتصلوا بالبنك في بنجلاديش يوم الاثنين واللي كان غرقان في الكارسة بتاعته وساعتها البنك الفيدرالي في نيويورك وقف باقي المعاملات لكن كان خلاص تم تحويل اكتر من 100 مليون دولار بالفعل وكل سنوات طيب